السلام عليكم لا تنسوا الاشتراك بالقناة والاعجاب بالفيديو وتفعيل الجرس حتى يصرف اشعار بالفيديو الجديد تعليقك على الفيديو شجعنا على تقديم المزيد اشترك يصرف كل جديد اربع ابراج تعيش فقط لاسعاد الاخرين انتجت شخصا مستعد للاستغناء عن احتياجاته والتضحية من اجل اسعادك وتحقيق ما تريد فهذا امر صعب لكن اذا كان لديك صديق من اصحاب هذه الابراج فانت محسوس بصديق مخلص لا يتردد في النصيحة لاسعادك برج الحوت اول الابراج التي تضع احتياجات الاخرين قبل احتياجتها موليد برج الحوت هم على استعداد لان يتخلوا عن احتياجاتهم في مقابل ان يكون الاصدقاء في حالة ردة كما ان موليد برج الحوت يجدون صعوبة في قول كلمة لا وبخاصة للاشخاص اصحاب المكانة في قلوبه فكل ما يتمنونه هو اصعاد الاخرين برج السرطان نفس الامر لدى موليد برج السرطان الذين يجدون سعادتهم في راحة الاخرين ورضاهم وهذا ما يجعل البعض يقوم باستغلالهم لكن احزر فرغم حب هذه الموليد لإسعاد من حولهم حتى ولو على حساب انفسهم فانهم ما ان يشعروا بالاستغلال حتى ينقلبوا 180 درجة ويبتعدون عن هذا الشخص برج الجد اما برج الجد الذي يتسم بالانانية بعض الشيء فانهما ان يحب شخصا او يشعر بانه شخص طيب تجده على استعداد لبذل اي تضحية حتى يرضيه ويساعده حتى لو كانت هذه التضحية على حساب نفسه واحتياجاته الخاصة واخيرا برج الميزان مولود برج الميزان الذي يقرح ان يخزل احدا مستعد لعمل اي شيء في سبيل جعل الاخرين فخرون به لذلك فهو دائما ما يتخلى عن احتياجاته الشخصية في سبيل تحقيق ما يريده الاخرون شكرا للمشاهدة شكرا لدعمكم المتواصل هي احسن جمهور في الدنيا ما تنسوش تعملوا لايك وشير وتقولوا رأيكو في كومنت ولأول مرة بتشوفي قناتي اشتركوا في القناة وفعلوا زر التنبيهات عشان توصلكوا الفيديوهات الجديدة على طول ما تنسوش الابراج مجرد تسالي ولا يعلم الغيب غير الله اشتركوا في القناة